هذه الزيارة لها نتائج كبيرة على كل المستويات سياسة اقتصاد استثمار سياحة كل ما يتعلق بما تم خلال هذه الزيارة نتائج كبيرة جدا لنا وللمملكة العربية السعودية يعني في هذه الأمور الاستفادة للبلدين وصدر النهاردة كمان بيان رئاسي خاص بهذه الزيارة ولكن قبل البيان الرئاسي حصل النهاردة كمان سيد الرئيس صحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمملكة العربية السعودية إلى الأزهر الشريف في افتتاحات لترميم داخل الأزهر بيتم بقاله عدة سنوات تم الافتتاح النهاردة وطبعا سيدة الرئيس استمع إلى شرح واللازم أحيي وزير الأثار بصراحة دكتور خالد عناني بحييه على شرح شرح إيه لأنه لازم يكون دكتور خالد يعني اللي بيشرح النهاردة أنه متخصص في الأثار الإسلامية ومعرفش قال دكتور وزير الأثار متخصص في الأثار الإسلامية ولكن عموما لازم أحييه على هذا الشرح الرائع يعني عن تاريخ طبعا الأزهر وما تم من إجراءات عملية الترميم للمساجد اللي موجودة تاريخها ايه من امتى وخلال أيضا كل التحية لوزير الأثار نتابع جانب من زيارة السيد الرئيس وولي العهد